موسيقى عادة بيدخل بتركيب العطور أكثر الروايح الفواحة والمنعشة لكن أنه يدخل البنزين بتركيب واحد من أنواع العطور هذا الشي فعلا غريب لكن شركة السيارات فورد صممت عطر برائحة البنزين ولعبت على التسمية وعلى شكل القارورة فسمت المنتج ماك أو يعني لعبت على وتر اسم سيارتها ماك أي واعتمدت تصميم مضخة وقود للقارورة وبعد خطوة الانتقال التدريجي لإنتاج سيارات كهربائية أجرت شركة فورد استطلاق عن أكتر شي بيفتقدوا العملاء بالسيارات المزودة بالوقود معظم الإجابات كانت الحنين لرائحة الوقود فالشركة لبت العملاء وصممتها العطر وأشارت شركة فورد ببيان لإلها أن رائحة البترول أكتر شهرة من رائحة الجبنة ومشابهة تقريبا لرائحة الكتب الجديدة ونوهت أن العطر ما بيشبه رائحة البنزين بالكامل لكن بيستقي بعض الميزات المحاددة لها الرائحة وأكدت بأن ماك أو مصمم ليرضي أذواق الجميع لأنه بيدمج عبق النفحات الدخانية وجوانب من رائحة المطاط إضافة لأنصر حيواني بلفتة لتراث سيارات موستانج اشتركوا في القناة